في تحري الدقة والمزاقية والمهنية في نقل الأخبار بعيدا عن أي اعتبارات بما يسهم في نقل الحقيقة كما هي إلى الجمهور المتلقي وأثناء تسلمه الدرع ثمن مدير عام شركة شبام للإنتاج الأعلامي الدكتور يحيى ألباشا هذا التكريم مؤكدا حرص القناة على تطوير أدائها خلال الفترة المقبلة خدمة للحقيقة وللجماهير وتمنت قيادة الجالية للقناة مزيدا من التمييز والإبداع مهنئة القناة بمرور ثلاثة أعوام على تدشينها ومؤكدين في ذات الوقت أنها مسألة إضافة نوعية للإعلام المرئي في اليمن شكر وعرفان من الجالية اليمني بالمملكة العربية السعودية تتشرف قيادة الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بتقديم درع التمييز والنزهة الإعلامية إلى القناة المتميزة قناة اليمن اليوم وذلك على ما تتميز به القناة من نقل الخبر بنزهة وإيضاح الحقائق والترفع عن الزيف الإعلامي الرخيص متمنين المزيد من النجاح المستمر للقناة ولهم منا جزيل الشكر والاحترام قيادة الجالية اليمنية بالرياض عنهم طاها الحميري رئيس الجالية عضو اللقنة الدائمة عمر بن يحياء البطاطي نائب رئيس الجالية اليمنية عضو اللقنة الدائمة نشرت